رفيقي، سمع مني وخلينا الاحتفال بعد زواجهم هون بالقصر؟ الكل رح يكون مبسوط أي معك حق بهذا الشي صح، الكل رح ينبسطوا بس بلاها؟ ليش؟ مشان شو بلاها؟ في شي حدا مانع الاحتفال بهاليوم؟ لا حبيبتي، الفكرة مو إنه في حدا مانع الاحتفال بس جده مرح تعجبوا هاي الفكرة ليش؟ لأنه صار كبير بالعمر يعني؟ مين يلي قليك هالحكي؟ ماما ميتيلة قالتلي إنه الناس لما يكبروا بالعمر بيبطلوا واحتفلوا بزواجهم هلا ياش، ما حدا بهذا البيت فكر يحتفل بايت زواجه من قبل؟ يعني، انتوا لمرة حكيتوا بهذا الموضوع؟ هلا، الكل بيعرفوا شو السبب بصراحة عمي الكبير هو كبير شوي بالعمر ومرته أصغر منه بكتير يعني اللي بقصده إنه هي ما عنده مانع تحتفل بس عمي هو اللي رح ينزعج من هالموضوع لهيك ولا مرة فكرنا نعمل لون شي؟ ولهيك مو متعودين نحتفل، عرفتي؟ وما حدا حاول يغير له رأيه؟ نحنا، ولا مرة حاولنا ندخل بالشي اللي بيناتهم بعدين إذا بيّن إنه مو متفقين، كيف بدهم يحتفلوا؟ يعني، نحنا ما فينا نجبر حدا يحتفل غصباً عنه؟ يعني، أنا كنت مسافر وبعيد عنه مشان هدشي يمكن بحياتهم ما رح يفكروا يحتفلوا إذا نحنا ما احتفلنا فيهم وكيف نحنا بدنا نحتفل فيهم؟ هذا بيكون عيد زواجهم، يعني شغلة شخصية هاي شغلة بتخص العيلة ونحنا لازم نحتفل فيهم، ياش انتوا صورتوا عم تحكوا عن شي غير ذكرة زواجهم؟ لا، مو هيك القصة، نحنا عم نحكي عن الفكرة تبعك بس هاي المناسبة كتير مهمة بالنسبة للكر في إيه إذا ما بدك تجي معي مشان نحكي مع جدو، رح روح حاكي لحالي باري؟ ياش، جدو رح ينبسط كتير اليوم بالحفلة تبع عيد الزواج خلينا نحكي له كل شي شو رأيك؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر